حدثني يحيى بن سعيد عن ابني جريج قال حدثني اسماعيل بن كثير عن عاصم ابني لقيت عن ابيه وفضي بني المنفق وقال عبد الرزاق المنتفق انه انطلق هو وصاحب له الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجداه فاطعمته مع عائشة تمرا وعاصيدة فلم نلبث ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ فقال اطعمتهما قلنا نعم قلت يا رسول الله اسألك عن الصلاة قال اسبغ الوضوء وخلل الاصابع واذا استمر انشقت فابلغ الا ان تكون صائما قلت يا رسول الله لي امرأة فذكر من بذائها قال طلقها قلت ان لها صحبة وولدا قال مرها او قل لها فان يكن فيها خير فستفعل ولا تضرب ضعينتك ضربك اميتك فبينه فبينه وكذلك اذ دفع الراعي الغنم في المراحي على يده سخلة فقال اولدت قال نعم قال ماذا قال بهمة قال اذبح مكان هشاة ثم اقبل علي فقال لا تحسبن ولم يقل لا يحسبن ان ما ذبحناها من اجلك لنا غنم مئة لا نحب ان تزيد عليها فاذا ولد الراعي بهمة امرناه فذبح مكان هشاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة